بسم الله الرحمن الرحيم في فيديم فيديو النهارده عن إذا تعمل إعلانة أو ما أول على الفيسبوك سواء للصفحة بتاعتك أو للملف الشخصي بتاعتك بتدخل هنا في الفيسبوك بعدين مثلاً متجرب على صفحة بتروح هنا تختار الصفحة بتاعتك نختار دي مثلاً OOM يجي لك هنا تبديل بتدس هنا على تبديل وبعدين بنروح للصفحة بتاعتنا انت مثلاً لو عايزت تعمل إعلان المنشور عندك بتنزل تحت هتلعي عندك هنا المنشور بتقدر تدوس على ترويج الهدي وبعدين هنا بيفتح لك عددات الإعلانات هنشوف العددات كلها مع بعض عندك هنا أول حاجة الهدف وده مثلا بيبقى معمولة الكوي ممكن أنت تغيره على حسب الحالة اللي أنت عايزها يعني أنت مثلا لو عايزت تطلق على عدد كبير من الرسائل يعني مثلا بتبيع خدمة عندك أو مثلا بتبيع منتج بتخليها كده أو مثلا لو عايزت تحصل على تفاعل زيادة بتختارها هنا وكمان جذب المزيد من العملة وكمان لو عندك موقع مثلا وعايزت تجيب له زيارات بتفعل الخاردة وبتضيف هنا لينك الموقع أنا مثلا أخلىها الحصول على المزيد من التفاعل بعدين هتنزل تحت بتلغي الخاردة عندك هنا الزر ومكتوبه قدامه اختاري بس أنت لازم تغيره على حسب اللي أنت عايز ديه بتدوس هنا على تعديل لعلامة الألم دي هنا بيفتح لك بيقولك المنشور بتاعك هيبقى ازاي بيقولك هنا الزر بلا زر يعني مش هيبقى فيه أي حاجة تحت البوست بتاعك ولو جربت هنا مثلا رسال رسالة زي كده هتلاقي كده ظهر تحت المنشور بتاعك اللي هي رسال رسالة للمسندر ده مثلا لو بيتبيع حاجة ده يسهل على العمل اللي عندك علشان يقدر يبعط لك رسالة على طول من غير ما يدخل على الصفحة بتاعتك عندك كمان هنا ارسال رسالة على الواتساب أو اتصل الان وكمان لو عندك موقع إلكتروني أو بتسوق عليه أو عامل المنتجات بتاعتك في الصفحة بتختار مثلا تسوق الان بعدين بتضيف اللينك هنا انا هخليها مثلا نرسال رسالة أو ممكن كمان تنخليها بلا زر زي كده يعني ما اظهرش اي زرار بعدين بتدوس على حفظ هتنزل تحت كده تقدر هنا تحدد الجمهور والعمر بتاعه اللي هيوصل لي المنشور بتاعك وكمان موقع الاشخاص دي فانت هنا بتدوس انشاء جمهور جديد بتكتب اي اسم الجمهور بتاعك هنعمل كده مثلا هنا بتضيف الموقع بتاعك ممكن تخليها مصر وتضيف دولة تانية السعودية مثلا أو ممكن تضيف مودن بس ده لو انت بتستهدف مودن بتدوس هنا على حفظ عندك هنا الخصاص هنا بتدوس على الاهتمامات بتحدد الاهتمامات الخاصة بالجمهور بتاعك يعني مثلا لو بتعمل تسويق لحاجة الالكترونية بتكتب هنا مثلا الالكترونية اجهزة الالكترونية مثلا والتجارة الالكترونية ولعبة الالكترونية بعدين بترجع وراء بتختارها طبعا على حسب مجالك بيجيلك كمان هنا اقتراحات ممكن نضيف ده مثلا برضو بعدين بتدوس على حفظ بتختار هنا عمر الناس اللي انت عايز يوصل لهم المنشور بتاعك نخليه مثلا من 20 سنة لحد 30 نخليه 20 كده بعدين 30 عندك هنا الجنس برضو ممكن تخليها الرجال والنساء او ممكن تختار مثلا الرجال بس بتدوس هنا على حفظ الجمهور بعدين بتنزل تحت هنا تقدر تختار الاعلان بتاعك عايزه يظهر في الفيسبوك والانستجرام واللي عايزه يظهر في الفيسبوك بس احنا مثلا عايزينه في الفيسبوك بس فهنلغي هنا الانستجرام هتنزل تحت كمان هتلاع عندك هنا الميزانية بس قبل ما تحدد الميزانية بتختار مثلا تاريخ الاعلان بتاعك نخليه مثلا 5 ايام تختارها كده او نخليها 4 مثلا اظهر لك هنا الميزانية تقدر تعدل الميزانية بتاعتك والميزانية دي بتبقى في اليوم يعني مثلا انا ميزانيتي 300 في اليوم مثلا بعدين بتنزل تحت بتدوس هنا على ترويج المنشور وهنا ظهر لك اجمال المبلغ بتختار هنا طريقة الدفع نختار مثلا بطاعة محلية عندك هنا بطاعة الخصم مباشر وكمان بطاعة الاعتمان بس مش شغلة دلوقتي في مصر علشان المعاملات الدولية مقفولة وكمان عندك هنا فوري نختار مثلا البطاعة المحلية الهياميزة هنا هيحولك على المكان ده وبتكمل خطوات رابط البطاعة البنكية بتاعتك او حساب فوري بتاعك وبعدين هيرجعك على طول على الفيسبوك وهل لك ان انت عملت الاعلان بتاعك جاريت لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك الفيديو وتشترك في القناة وتشوفوا بقى الفيديوهات ترجمة نانسي قنقر